يقول السائل نحن مجموعة من الشباب اتفقنا على جمع أهالي قريتنا في صالة أفراح ثاني أيام العيد مقابل مبلغ رمزي 200 ريال من كل فرد صلة للأرحام وتعميقا للتعارف ودعوة لأهالي القرية إلى الله عز وجل ورتبنا لذلك برنامجا يحتوي على كلمة لأحد طلبة العلم ومسابقات وجوائز ومقابلات فما رأيكم فيما اتفقنا عليه بينوا لنا جزاكم الله خيرا هذا عمل طيب لا بأس به لكن تغتيبه في مكان معين أو في يوم معين هذا هو المحذور فلو جعلته في أيام مختلفة ما يعين منه بيوم العيد أو ثاني يوم العيد تجعلونه في أي يوم من الأيام يصلح ويتلاءم مع حضور الناس ما يخصص بيوم معين وكذلك لا يخصص في مكان معين لو يكون في المسجد في أحد المساجد الكبار أو يوم في المسجد الفلاني والمرهة الثانية في المسجد الآخر وهكذا هذا طيب المهم لا تخصونه في زمان أو في مكان بل غيروا الزمان وغيروا المكان واستمروا على هذا العمل الذي فيه وعظ وتذكير ودعوة إلى الله عز وجل هذا خير